السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الكرام أسعد الله وأوقاتكم بكل خير كل عام وأنتم بخير عيد سعيد مبارك إن شاء الله اليوم إن شاء الله رح نتحدث عن مشكلة جفاف الأوراق واحتراق حواف الأوراق كما تشاهدون هذا النبات يا حرام يعاني من جفاف الأوراق كما تشاهدون احتراق في الأوراق واحتراق حواف الأوراق وأيضا هنا تعاني من احتراق حواف الأوراق أيضا هنا كما نشاهد وهذا النبات أيضا يعاني باحتراق حواف الأوراق ولكن بشكل مغاير لهذا الشكل إخواني الكيرام خلينا نتفق على شغله أسباب احتراق حواف الأوراق ثلاث أسباب واضحة يا إما نقص بوتاسيوم يا إما مشاكل في التربة يعني في الطريات يعني الجذور متعفنة يا إما زيادة ملوحة بالعادة في الأصص صعب نلاقي زيادة الملوحة ليش؟ خلينا أشرح لكم زيادة الملوحة على السريع لأنها مش متوفرة الآن مثال عندي على زيادة الملوحة لكن زيادة الملوحة هي احتراق عام على جميع أطراف الورقة والاحتراق ما بيكون كبير يعني لو هذه الورقة تطلعوا هذه الورقة لو فيها نقص ملوحة بتلاقي جميع الأطراف في احتراق خفيف بسيط جدا هون المشاكل عندنا نقص البوتاس خلينا ننتقل للثاني اللي هو مشكلة نقص البوتاس هون كما تشاهدون هذا النبات في نقص بوتاس ليش؟ لأنه الاحتراق بلش من بداية أو من رأس الورقة ونزل فيها نزول من هنا كمان من بداية الورقة أو من رأسها ثم نزل فيها نزول كما تشاهدون هذا هو نقص البوتاس كيف نعالج نقص البوتاس؟ سهله بدك تجيب سماة بوتاس أو بدك تستخدم قشور الموز وقشور البطاطا ممكن واحد يسألني كيف عادي قشور الموز وقشور البطاطا تأخذها بتفرمها ومن ثم بتضعها في المي وتخليها تنقع لمدة يومين أو ثلاث أيام ومن ثم بتأخذ هذه المي المخلوب فيها بتخلطها كويس بتصفيها وتسقي فيها كل أسبوع مرة هكذا علجنا نقص البوتاس أو الطريقة السهلة مثلا والسريعة اللي بتعطيك نتيجة أسرع هي سماة سماة البوتاس هذا 17-10-27 زي ما انتم شايفين طبعا الصبغة ما بهم أحيان بيجي لونه أبيض هذا 17-10-27 مثل ما علمتكم بفيديو السماة تمسكوا منه حفنة تحطوا في العشرة لتر وبتسقوا من العشرة لتر اللي هو كاسة تقريبا على العشرة لتر كاسة الشاي على العشرة لتر وبتسقي منها تمام هيك حلينا مشكلة البوتاس ولكن هون في عندي مشكلة أخرى كما ترون النبات في على احتراق من هذا المكان اللي هو الورقة من تحت واحتراق من هون وأحيانا الاحتراق بيجي من نص الورقة كما تشاهدون أحيانا الاحتراق بيكون طلع كيف الأوراق واجعها هيك بشكل غريب يعني وقعت قبل ما تنشف خضرة وبتوقع قادم هذا النبات إخوتي الكرام بدي أفرجيكم إياه من جوة طلع طلع هون هيا مبين طلع هون شايفين التربة هون هذا عفن زي ما أنتوا شايفين هاي يظهر على التربة والله ما كنت منتبه له كنت بدي أشيلها من جذورها ولكن طلع طلع التربة هذا عفن مثل ما أنتوا شايفين هذه التعفونات هذه خيوط الميسيليوم والتعفونات مثل ما أنتوا شايفين موجودة في التربة لما يصير في تعفونات وزيادة مي أو زيادة رأي طلع التربة كيف طينية وماسكة كثير من المي طلعوا ماسكة كثير من المي فلما يصير هذه زيادة الري مثل ما انتو شايفين بيصير فيها هذه التعفونات توسخت ايدي بس عادي احنا بالتراب دائما بنشتغل ما بهمنا نوسخ ايدينا فمثل ما انتو شايفين هذه تعاني من زيادة الري شو حلها حلها اني اعطشها اول اشي تتعطيش يعني خليها تنشف من المي بس تتأكد انو التربة نشفت من المي من الفوق ومن تحت بتحط اسبعك جوه زيك زي ما انتو شايفينها بحط اسبعي جوه زي هيك وبتأكد انو نشف من جوه من المي بس تأكد انها نشف كويس من المي شو بعمل بهجي عشان اعالجها طريقة العلاج معروفة انك بدك تجيب مبيد هذا المبيد بدك اغطي اسمه التجاري مثل ما انتو شايفين هكسا كونازول زي ما انتو شايفين مادته الفعالة هكسا كونازول هذي المادة الفعالة جيدة شو بعمل بكل بساطة باجيب الهكسا كونازول بقوم بعمل الاتي اول شي بخض علبة المبيد وبتأكد يعني بلبس كفوف انا صراعا عشان دايما بيستخدم مبيدات بدير بالي فانت الافضل انك تلبس كفوف وفقط بكل بساطة بخض علبة المبيد بهذا الشكل ومن ثم بسحب تقريبا ما يقارب مل وانا بفضل انك تطلع على العبوة شو مكتوب عليها مثل ما انتو شايفين مكتوب عليها من 7 على 8 من 8 لعشرين مل هون في التعفونات عفا نبني الى اخري عشرين مل لعشرين لتر يعني ما يقارب المل لكل لتر فبقوم بالسرنجة البسيطة هاي بقوم بسحب سانتي كامل ومن ثم بقلل لمل واحد شايفينه هذا هو المل الواحد ومن ثم اقوم بوضعه بهذه القنينة كاملة هاي ما يقارب اللتر ونص هاي القنينة فانا مش مشكلة لو كان زيادة عليها المي شوي ولكن بقوم بهذا الشكل بسحب الماء عشان افضل السرنجة تماما من المبيد زي ما انتو شايفين بتأكد من علبة المبيد الخطيرة السامة واغلقها جيدا واحكم اغلاقها وارجعها على مكانها الان هذي باخذها كويس علبة المبيد زي ما انتو شايفين هاي فيها مبيد مخلوط طلعوا كيف صار فيها رغوة مبيد مخلوط الان اقوم بسقايتها للنبات كل اسبوع مرة واحيانا بتفيد مرة واحدة بس بتكفي بعد ما يجف هذا النبات طبعا انا غلط سقيتها وهي رطبة بس عشان اعلمكو ولكن بعد اسبوع مرة بتسقيها سقوة عادية زي هيك خفيفة علقت ومن ثم خلاص وتوقف انا بفضل انك تخلط علبة لتر وحدة ومن ثم تقوم بتسطيح علبة وكبها في الازبالة بعد ما تسقي فيها لانها خطرة ما بصير تحطها في الدار خلاص شطبها وكبها وارجع لما بدك تسقي المرة جاي اخلط من جديد وخلي علبة الا اذا انت عندك مكان امن بعيد عن ايدي الاطفال تقدر تخبيها وكل مرة تسقي منها هاي بظلك تسقي النباتات اللي فيهم مشاكل احتراط اوراق هيك احنا حلينا مشكلة تعفن جذور النبات لازم تجيب مبيت لا تقول لي طريق مبيت طبيعي هيك صراحة ما في لحد لان حضرني مبيت طبيعي بنصعك بهذا المبيت لكم كل حب والاحترام عيدكم مبارك ياريت ما تنسوا اللايك والاشتراك عشان تدعمونا في القناة كان معكم اخوكم هشام من قناة مختصر الزراعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته